الدرس الأول توزيع البيئة الصناعية في مصر وعوامل قيامها هل فكرت يوما عزيزي التلميذ في الملابس التي ترتديها؟ كيف تحول القطن الذي زرع الفلاح إلى ملابس؟ وهل فكرت يوما في الحقيبة التي تحمل فيها كتبك؟ كيف تحول جلد الحيوان إلى حقيبة؟ أو كيف تحول الصوف إلى سجاد؟ إن هذا التحويل يسمى صناعة فالصناعة هي عملية تحويل المادة الخام إلى منتجات أو مصنوعات وبعد أن تعرفنا على معنى الصناعة تعالوا بنا لنتعرف على المقصود بالبيئة الصناعية البيئة الصناعية يقصد بها المناطق التي تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعة وما يتصل بها من أعمال وتتميز الصناعة فيها بدخامة المؤسسات الصناعية وبقصرة عدد العمال فيها كما تقوم في البيئة الصناعية حرف أخرى مصر التجارة والزراعة والخدمات العامة توزيع البيئة الصناعية في مصر لو نظرت عزيزي التلميذ لخريطة توزيع المناطق الصناعة في مصر التي أمامك لا تعرفت على تنتشر مناطق الصناعية في معظم جهات مصر فقد تضم البيئة الصناعية مدنا كاملة مثل المحلة الكبرى كفر الدوار دميات كفر الزيات الحامدية وكذلك توجد مدن صناعية جديدة مثل العاشم من رمضان السادس من أكتوبر العامرية الجديدة برج العرب وقد تضم المناطق الصناعية أحياء كاملة داخل المدن الكبرى مثل حلوان وشبرى الخيمة بالقاهرة الكبرى وحي الزيتية بالسويس كما تنتشر بعض الصناعات التي تقوم داخل الورش أو المنازل في كثير من كرة ومدن مصر وهي تسمى الصناعات اليدوية ومن أمثلة الصناعات اليدوية وأماكن وجودها صناعة السجاد اليدوي بقرية الحرانية بالجيزة وصناعة تطعيم النحاس والخشب والعاج في القاهرة وأسيوت وصناعة الحرير في أخميم بمحافظة سهاج سؤال تخير إجابة صحيحة مما يلي واحد من الأحياء الصناعية الكاملة في السويس حي نوعط حلوان شبرى الزيتية الحرانية فعلا الإجابة الصحيحة هي الزيتية اتنين من المدن الصناعية الجديدة في مصر نوعط المحلة كفر الدوار العامرية الجديدة دمياض فعلا الإجابة الصحيحة هي العامرية الجديدة وبعد أن تحدثنا عن معنى الصناعة وعرفنا أن الصناعة هي عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات بالتأكيد فإن هناك عوامل وخطوات لازمة للصناعة سنتحدث عنها فيما يلي ما هي عوامل قيام الصناعة؟ واحد الإنسان النشط حيث يتميز الإنسان في البيئة الصناعية بالنشاط والتطور والعلم والسعي للتنمية وجودة الإنتاج حيث يهتم الإنسان بالتدريب على أحدث الأساليب والآلات ويدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع ملحوظة أهمة التكنولوجيا هي تطبيق العلم على الصناعة أو تطبيق العلم على العمل عن طريق الآلات والأجهزة العلمية المتطورة بدلا من العمل اليدوي وذلك لتحقيق جودة الإنتاج اثنين توافر المواد الخام والمواد الخام اللازمة للصناعة قد تكون زراعية مثل القطن قصب السكر الكتان أو قد تكون مواد خام معدنية مثل الحديد النحاس الألمونيوم أو قد تكون مواد خام حيوانية مثل الجلود والألبان واللحوم والصوف ثلاثة توافر القوى المحركة والتي تستخدم في تسيير المصانع وتشغيل الآلات مثل البترول الغاز الطبيعي الكهرباء أربعة توافر رأس المال اللازم رأس المال ضروري لإقامة المصانع وشراء الآلات والمواد الخام ونقل المنتجات ودفع أجور العاملين خمسة توافر وسائل النقل وذلك لنقل المواد الخام والعمال إلى المصانع ونقل المصنوعات إلى الأسواق ستة توافر الأسواق والسوق مكان لتصريف المنتجات والأسواق متوافرة داخل مصر خاصة مع قصرة عدد سكانها كما يصدر الفائد إلى أسواق الدول الأخرى تعالوا بنا الآن بسؤال تخيل علامة صح أو خطأ 1- تطبيق العلم على الصناعة يسمى التكنولوجيا فعلا الإجابة صحيحة 2- من المواد الخام الحيوانية التي تدخل في الصناعة القط فعلا الإجابة صحيحة وتصويب العبارة من المواد الخام الحيوانية التي تدخل في الصناعة الألبان 3- رأس المال غير ضروري لقيام الصناعة 4- من القوى المحركة التي تستخدم في الصناعة 5- الكهرباء فعلا الإجابة صحيحة والآن تعالوا نتعرف على مميزات الصناعة الحديثة 1- استخدام التكنولوجيا في الصناعة 2- يعمل عدد كبير من العمال في المصانع 3- الإنتاج الكبير حيث تسعى المصانع لتحقيق وفرة الإنتاج لسد حاجات السكان والتصدير 4- ويعتمد الإنتاج الصناعي على جودة الخامات ودقة الصناعة 5- حتى يستطيع الإنتاج المصري منافسة الإنتاج العالمي 6- والآن تعالوا بنا لنتعرف على أهمية البيئة الصناعية لسكان مصر وما تقدمه هذه البيئة من خدمات لكافة سكان مصر أذكر أهمية البيئة الصناعية لسكان مصر 1- توفر فرص عمل للمواطنين فتقضي على البطالة 2- تقدم البيئة الصناعية للمواطنين في باقي البيئات المصرية الكساء والغذاء ووساء المواصلات وغيرها من المنتجات 3- تساهم البيئة الصناعية في التصدير وتحصل البلاد على العملات الأجنبية لازمة 4- يؤدي الاهتمام بالصناعة إلى تقوية مصر واقتصادها فكلما قوية الصناعة قوية الدولة وهكذا تزهر لنا أهمية الصناعة والبيئة الصناعية بالنسبة لمصر ترجمة نانسي قنقر